زي دلوقتي بالزبط بس بكرة ان شاء الله بإذن الله هتبقوا عدين وعنيكم طبعا كلها رايحة لأبو ظبي ملعب الجزيرة عشان نتابع مطش الأهلي وبالمراث اللي الأهلي يمكن بيختتم السعداداته النهاردة ويمكن من دقائق بدأت التدريب الأخير والأساسي طبعا للأهلي قبل مواجهة بالمراث بكرة بإذن الله وخليني أقول الحقيقة عشان اتكلمت على تكافؤ الفرص بالنسبة للمنتخب خلييني أقول كمان أنا مبارح أول ما الكاميرا أطعت في يعني أطعت يعني جت على جاني إمفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وقعت في المدرجات جالي كده هاجس يعني لو أنا كنت موجود كنت أسأله رأيك إيه وانت قاعد في نهاية بطولة أمم أفريقيا وشاف لعبة الأهلي بتلعب قدامك في الملعب وانت عارف كويس جدا أن الأهلي دلوقتي موجود في أبو ظبي بيلعب في بطولة كاسة عاملة أندية اللي أنت الرجل الأول المسؤول عن اتحاد الدولي كرة القدم مسؤول عن تنظيم البطولة دي فين تكافؤ الفرص رأيك إيه في الموقف ده إحساسك إيه ضميرك بيقولك إيه يعني إذا كان فيه ضمير ولا ضمير مات يعني إيه ضمير يعني أعتقد أنه إخفاق كبير جدا وشديد جدا للفيفا في تنظيم بطولة كاسة العالم في التوقيت ده وبالتهاي لي كان أقل تعويض أقل تعويض ممكن الفيفا يقدمه للأهلي هو تأجيل مباراة قبل النهائي اللي هتجمعه بالميراس 24 ساعة وما كانش فيه أي مشكلة على فكرة أنه مطش الأهلي وبالميراس يتلعب في نفس يوم مش لازم في نفس التوقيت لكن على الأقل في نفس اليوم اللي هيكون فيه مباراة الهلال السعودي والتشيلس الإنجليزي كان يبقى تعويض وجاست كده لطيفة جدا من اتحاد الدولي بتقول أن احنا مقدرين تماما للصعوبات اللي وجهها النادي الأهلي في انطلاقة البطولة واللي بالمناسبة كنا أهلي ليها وقدرنا نتجاوزها وقدرنا نتخطى عقبة مونتري في غياب 14 لعب أساسي بسبب أن هما دوليين بيشاركوا مع منتخب مصر أو بسبب الإصابات وأدهشنا الحقيقة وأبهارنا العالم كله قدمنا صورة النادي الأهلي كما يجب أن تكون شيء پس Heil كما يجب أن تكون حسنًا شكرا